بالفعل قد شهدنا أكثر من شخص يشبه أكثر من زعيم عربي وعالمي ولكن عندما سنشاهد سالم السميرات مباشرة من رام الله في هذه الأثناء سنقول ربما هو أكثر الأشخاص شبها بالرئيس الراحل ياسر عرفات سالم مساء الخير مساء الخير أهليا أهلا بك في برنامج للنشر عبر قناة الجديد بالفعل أنا كنت شايف الصور في وقت سابق ولكن لما شاهدتك الآن مباشرة على الشاشة وكأني أشاهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بسن مبكرة شوي ما بينت هلأ بينت سالم كيف عم بتعيش الوضع بأنك شبيه أبو عمار بين المواطنين الفلسطينيين ومن أي متى بلشوا الناس يتفاعلوا معك بهذا الموضوع بداية أنا أرحب بقناة الجديد وبأهلنا وأشقائنا في لبنان الشقيق من اليوم الثاني الذي أستشهد فيه ياسر عرفات الشهيد ياسر عرفات الله يرحمه اعتمرت الكوفية وعندي أطفال اثنين بلشوا يسفقوا وقولوا أبو عمال أبو عمال ومن هنا بدأت الفكرة ربيت الدق نسبوع ونظرت لنفسي في المرآة وإلا الشبه كبير جدا وانطلقت ببدلة ياسر عرفات وكوفيت تمجيدا لشخصية الزعيم ياسر عرفات وهدية إلى شعب فلسطين وهذا العمل لم أقم به من أجل مطامع الشخصية بل اعتبرته خط وطني وأعبر عن وجه الشعب الفلسطيني الذي يمجد بقائده ويفتقد القائد فالشعب الفلسطيني كله بينظر له بنظرة احترام وإجلال لأنه يرى من خلال شخصية الزعيم ياسر عرفات إلى أي مدى أنت متأثر بشخص أبو عمار شاهدناك تقريبا تجيد معظم حركاته حركات اليد حركات الوجه حتى حركة اللسان في بعض الأوقات وكأنك متقمس هذه الشخصية دارسها بشكل ممتاز لتقوم بأداء الدور من دون أي خطأ أنا لا أخفي يعني أجتهد في ذلك لكن هذا ليس تمثيل بل هذا يعني شبه رباني وهذه حركاتي أنا لما بحرك إيدي أو إصبعي هذه الحركة تبعتي والمشي تبعتي مشي تياسر عرفات الله يرحمه والصدعة والعنين والوجه والفم واللحي كل ياسر عرفات طيب هل حصلت هل تمكنت من الحصول على أي شيء من مقتنيات الزعيم الراحل يعني هل تمكنت من الحصول مثلا على كفيته على بدلته على أي من مقتنياته ولا لم توفق في ذلك لا لا ما حاولتش أطلب لكن القيادات الفلسطينية أينما وجدت أكرمتني يعني توجهت إلى نابلس بدعوة رسمية لكي أعطي دور دخول ياسر عرفات للوطن فأهدوني بدل عسكرية وركبت مارسيد سياسر عرفات من مدرّة جمال عبد الناصر حتى المقاطعة ساعتين تحت البث حيوى مباشر عشرات ألوف الجنود الفلسطينيين ومائتين ألف من الفلسطينيين المتواجدين على ضفتين الشارع وعلى أسطح المنازل سلم لنعتبر يعني لو كان الرئيس الراحل ياسر عرفات لا يزال على قيد الحياة في هذه الأوقات الصعيبة العصيبة التي تمر بها فلسطين وقطاع غزة في شكل خاص ماذا كان ليوجه نداء للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية من على هذا المنبر يعني تحب تصبح بصوتي نعم أولا أنا أحيي جميع الشعب الفلسطيني وأحيي صمود وكل نفر وفرد في قطاع غزة الشقيق هم أهلنا وإخوتنا وربعنا وإحنا قلوبنا معهم فأوجه كلمي لجميع الشعب الفلسطيني وللقيادات الفلسطينية وكما فعل الزمعيم الشهيد ياسر عرفات وبنفس الكلمات يا أهلي يا إخوتي يا ربعي أوصيكم بالتمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية الوحدة الوطنية الفلسطينية نتمنى أن يكون هناك أذان صاغية لهذا النداء لأنه بالفعل نحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذه الوحدة ليس فقط الوحدة الوطنية الفلسطينية ولكن الوحدة الوطنية العربية وحدة الأمة وحدة الأمة العربية قبل أن نختم معك سالم ذكرنا بعملك حضرتك، عرفنا أنه بائع بطيخ؟ أنا لا، مش بائع بطيخ أنا بائع خضار وجبن وزيتون أقول لي أكثر شيء بتركز بتجارة البطيخ لا، ولا مرة في حياتي بيعت بطيخ ولا مرة؟ لا، لا، ببيع جبن، زيتون نعم زيتون أسود، زيتون أخضر نعم، مرمية وكيف الإقبال عليك؟ كثير من فئات الشعب يحبوني ويحترموني حتى شخصيات اللي بيكون المشوار بتاعها بيأخذ دقيقتين من الزمن نعم بيعمل لفي مع الشارع طويلة عريضة عبيل ما يسالني من شان يشاهدني ويسلم عليه ويبوسي وهذا بيحصل كل يوم هل استدعيت مثلاً استدعاك أحد المنتجين أو حدا للعب دور سيرة الزعيم الراحل ياسر عرفات؟ أو بأي مسلسل أو فيلم سينمائي هناك دور لأبو عمار؟ هل حدا طلب منك أن تلعب هذا الدور؟ الصحفي الفلسطيني الكبير الأخ ناصر اللحام نعم استدعاني وصورني عدة صور وحكالي أنه بعد صوري على الأردن لكي يشاهدها أكبر مخرج من سوريا وأظن على ذلك أنه الملة اللي عمل المخرج تبع باب الحارة بسام الملة؟ نعم نعم أعتقد ذلك نعم وجاني الرد عن طريق أحد الممثلين اللي بيعمل في شرطة الخليل اتصل فيي وطلب مني أخذ سيارة طلب وطلعت عن مدرية الشرطة واحترموني ووصلوني الرسالة أن شخصيتي نجحت على معظم ممثلين الوطن العربي واختروني أنا الوحيد اللي أقوم بدور تمثيل شخصية الزعيم هل ممكن أن تترشح للانتخابات؟ ما فيش في رأسي حاجة زي هيك أنا الحلم تبعي أنا الحلم تبعي أعمل إشي لشخصية الزعيم ياسر عرفات مثلا مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينماعي هذا الحلم تبعي شكرا لألك السيد سالم السميرات مباشرة من رامالله وهو شبيه الرئيس الراحل ياسر عرفات ومن خلالك ننقل أطيب الأمنيات والتحيات إلى أهلنا الصامدين في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة